السلام عليكم ورحمة الله وطلابنا الأحباء النهاردة ان شاء الله نحل تدريبات درس المصادر من كتاب البرهان للصفة الثالث الثانوي نسخة 2025 هنا بنقول قالت الشاعرة أيوحشني الزمان وأنت ونسي ويظلم لي النهار وأنت شمسي وبنقول هنا حدد مما يلي المصدر الصريح من الفعل يوحش أنا عندي يا جماعة يوحش ده مضارع طيب الماضي منه إيه؟ الماضي منه أوحشة أوحشة على وزن إيه أوحشة ده؟ على وزن أفعالة فأنا عندي أفعالة ده فعل رباعي فالمصدر من أفعالة إفعال يبقى أوحشة إي حاش اللي الإجابة كده رقم باء من فعشة والتوحش لأن ده خماسي استيحاش كده ده سداسي وحشة ده ثلاسي عند الفعل اسمه أوحشة رقم اتنين حدد مما يلي البيت الذي يحتوي على مصدر خماسي البيت اللي فيه مصدر خماسي رقم واحد بنقول هنا إيه؟ رقم ألف يراه الناس حيث رأته كعب بأرض ما لنازلها استطار الفعل من استطار ده يا جماعة استترا طيب أنا لو عندي فعل زي استترا ده وعايز أجيب من استترا ده خلي بالك أنا بقول استترا كام حرف ده؟ دول يا جماعة خمس حروف فلما حب أجيب منه المصدر بكسر التالت وزود ألف ما قبل الآخر إيه وعا تقول إن أنا عندي ألف وسين وتاء يبقى ده سداسي لا ما هو لازم ألف وسين وتاء ويكون عدد حروف الفعل ستة لإن أنا عندي التاء دي من أصل الفعل التاء دي من أصل الفعل طيب يبقى أنا عندي كده استطار ده مصدر إيه؟ مصدر خماسي لإن الفعل بتاعه استترا والفعل هنا خمس حروف إنما عندي إقدام على وزن إفعال فهي مصدر رباعي إيجاز على وزن إفعال فهي أيضا مصدر رباعي عندي هنا يا جماعة تعظيم على وزن تفعيل من الفعل عظمة فهي مصدر رباعي أيضا بعندي الإجابة ألف هي الصحيحة ثلاثة بنقول أولى خطوات النجاح ألا تلتفت لمن ينتظرون سقوطك ولك حول المصدر المؤول الوالد في العبارة السابقة إلى مصدر سريح فين هنا المصدر المؤول أصلا؟ ألا تلتفت لأن ألا دي عبارة عن أن ذايد الإيه؟ ذايد لا وعندي تلتفت دا الفعل المضارع طب يلا هات من الفعل المضارع دا كده المصدر المفروض يا جماعة الفعل اسمه تلتفت دا مضارع الماضي منه التفتا والتفت دا فعل خماسي لما حب أجيب منه مصدر بكسر التالت وزود ألف ما قبل الآخر فيبقى التفات ليس تلفت ليس تلفيت ليس لفتت يبقى عندي الإجابة كده بقى هي الصحيحة التفاتك الكاف دا ضمير عادي يكون موجود رقم 4 هنا بنقول الطموحون لا يسبقون إلا أنفسهم وقال لك ميز مما يلي وزد المصدر الذي يأتي من الفعل يسبقون في العبارة السابقة الفعل أصلا اسمه إيه اسمه يسبق يعني إيه يعني الواو النون دول أنا مليش علاقة بيهم طب يسبق دا مضارع الماضي منه إيه سبقى إذن دا فعل ثلاثي مفاعلة دا رباعي مش هينفع افتعال دا خماسي مش هينفع دا سداسي مش هينفع دا الوحيد اللي ثلاثي إذن هو الصحية تمام جدا رقم 5 بنقول أصبحت مسألة التراضف بين الألفاظ من أبرز القضايا التي تشغل الباحثين للحفاظ على اللغة العربية وصيانتها من تعد الجاهلين وقال لك استخرج من العبارة مصدرا رباعيا عايز مصدر رباعي وزنه عايز المصدر وعايز وزنه طب نركز كده مع بعض أنا عندي تراضف دا خماسي لأنه بادئ الألف واللغة ما بيتحسبوش لأنه بادئ بتاء وعندي ضم ما قبل الآخر يبا دا كده إيه دا كده خماسي يبا مش هينفع احنا عايزين رباعي حفاظ على وزن فعال حفاظ على وزن فعال إذن دا من أوزان الرباعي صح من أوزان المصادر الرباعية اللي أنت المفروض حفظها ويأتي على وزن فعاله يبا الإجابة بقى صحيحة تعدي دا خماسي صيانة فعالة دا ثلاثي يلا بينا رقم 6 منقول تسعى مصر لإيجاد الحلول من أجل تسوية النزاع وكشف ادعاءات اليهود ولك استخرج من العبارة مصدر خماسي وزنه عايز مصدر خماسي وعايز وزنه طيب أنا عندي إيجاد من الفعل أو جدا فده رباعي أنا عايز خماسي يا جماعة تسوية على وزن تفعيلة وتفعيلة دا أيضا في الرباعي مش في الخماسي سوى تسوية النزاع نزاع على وزن فعال فهي رباعي أيضا إنما إدعاء دا بدء بألف وصله وألف الوصل دي علامة على الخماسي والسداسي الفعل بتاعه اسمه ادعاء ادعاء ادال علىها تضعيف الفعل بتاعها خمس حروف يبقى دا فعلا خماسي حدد العبارة التي تضمنت مصدرا سداسيا عايز العبارة اللي فيها مصدر سداسي استواء الفعل بتاعها اسمه استواء واستواء دا خماسي يبقى مش هينفع استياء تمام عندي استياء الفعل بتاعها اسمه استاء استاء دا كم حرف خمسة يبقى دا خماسي مش هينفع انا عايز ستة استيلاء فعل بتاعها اسمه استولاء عد الحروف كده ستة يبقى دا فعلا مصدر لفعل سداسي استباق الفعل بتاعها اسمه استبقى استبقى دا خماسي يبقى مش هينفع الناس اللي بتمشي وراء الالف والسين والتاء وتقول عليها سداسي على طول لا فكر لازم يكون بادئ بالف والسين والتاء وفي نفس الوقت عدد حروفه ستة تمام جدا رقم تمانية بنقول الحكيم يتولى المسئولية رشيدا ويدير اعماله بغير نقط ضع مما يلي مكان النقط مصدر الفعلين تولى وتوانى تولى تولى دا خماسي اللي شاف فيديو الشرح فهو يعني يقدر يتعامل تولى دا خماسي بادئ بتاء واخره حرف علة كنا عشان نجيب منه المصدر كنا بنكسر من قبل الاخر فيبقى اسمه تولي ايضا توانى دا خماسي وعندي بادئ بتاء واخره الف فبنكسر ما قبل الاخر يبقى اسمه تواني وطبعا ممكن اقول تولن وتوانن طيب قال لي هنا نركز هقول طبعا توليا ليه لانها هتكون مفعول مطلق منصوب يتولى توليا فبالتالي اختارها بالنصب ودي طبعا هتكون مجرورة لان هيبقى اسم واقع بعد غير فالاسم الواقع بعد غير هيعرب مضاف اليه واحنا بنحذف الياء يا جماعة في حالتين في حالة الرفع والجر في حالتين في حالتين الرفع والجر وهنا مجرورة هيه يبقى هاحذف الياء يبقى الاختيار جيم صحيح رقم تسعة بنقول ان ضمحلال النهر يعقبه فيضان وتقلب الاحوال يتبعه اطمئنان وقالك استخرج مصدرا سماعيا المصادر السماعية هي مصادر الفعل الثلاسي ضمحلال دي جاي من الفعل ضمحلة فضمحلة ده ست حروف يبقى ده مصدر لفعل سداسي اطمئنان من الفعل اطمئن فالفعل بتاعه ست حروف يبقى ده مصدر لفعل سداسي هو عايز سلاسي ده عدد حروفه ثلاثة عشان يكون سماعي طيب تقلب ده خماسي لان الفعل بتاعه تقلب عدد حروفه خمسة يبقى عندي فيضان هي اللي جاي بس صحيح رقم عشرة بنقول قال الشاعر بيقول لاشيكا يظهر في البنوكي ولا حوالة تخصمه طيب انا عندي الفعل تخصم تخصم ده مضارع هتمنه الماضي عشان نقدر نتعامل معاه الماضي بتاعه خاصمة فخصمة ده فعل ثلاثي عدد حروفه ثلاثة صح جدا طيب هنقول ايه خصمة خصومة لا خصومة دي جاي من الفعل ايه من فعل خاصمة تمام بنقول ايه خصمة خصمة ايوه خصام لا لان ده فعل ثلاثي ما يجيش على وزن فعال اخصام برضو ده فعل ثلاثي ما يجيش على وزن افعال يبخصم خصمة رقم 11 قال الشاعر ان كنت تصدقه في ادعاء وداده فافككه من اسر الهوى او فاده وقال لك حدد نوع المصدر ادعاء ادعاء دي يا جماعة جاي من الفعل ادعاء ادعاء فالفعل بتاعه خمس حروف يبقى ده فعل خماسي ليس رباعي ولا سلاسي خماسي قياسي تداعى لا تداعى دي تداعيا خماسي قياس الفعل بتاعه ادعاء يبقى عندي الاجابة بقية الصحيحة رقم 12 لا تسترقوا السمع ولا تسترقوا الناس استعبدوش الناس وقد خلقوا احرارات لا تسترقوا دي جاي من الفعل استرقى استرقى السمع تمام انما تسترقوا جاي من الفعل استرقى 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 في تضعيف على القاف فبالتالي عندي استرقى ده هيكون خماسي انما استرقى ده هيكون فعل سداسي استي هكسر التالت وزود الف ما قبل الآخر تبقى استرقى واسترقى هكسر التالت بردو وزود الف ما بين القاف ين اللي عليهم تضعيف تبقى استرقى يبقى يبقى الاجابة تلاتاشر رب قليل خير من كثير فلا تستقل وقالك حدد الصياغة الصحيحة لمصدر الفعل يستقل الوارد في العبارة السابقة المفروض يستقل الفعل بتاعه استقل قال ان الحاجة قليلة يعني يبقى كده ده فعل سداسي بقصر التالت وزود الف ما قبل الآخر يبقى اسمه استقلال استقالة اقلال استقال لا طبعا يبقى لجابة الف قال الشاعر وفرت يا شوقي السباق على الوراء برئاسة بات السباق وراءه وقالك حدد الفعل الذي صيغ منه المصدر القياس الوارد في البي نركز كده هنا بنقول وفرت يا شوقي سباق سباق سي باق على وزن فعال والمفروض انك حافظ ان فعال ده من اوزان المصادر الرباعي فالفعل بتاعه بيكون سابقة لان لو عندي فعل اسمه سابقة وعايز اجيب منه مصدر بقى سابقة ده يأتي على وزن فعال او مفاعلة فسابقة بقول سباق يبقى الفعل سابق خمستاشر ما اقبح ان يتناسى المحبون ما بينهم ساعة خلاف وقالك هنا صغ عبارة ان يتناسى المحبون بعد تحويل المصدر المؤول الى صريح في سياق الجملة السابق طيب انا لما اقولي يا جماعة ان يتناسى الفعل اسمه ايه تناسى هات المصدر من تناسى كده تناسى ده خماسي قلتلك بدء بتاء واخره الف عشان تجيب منه المصدر بتكسر ما قبل الاخر فيبقى تناسى تناسى ليس نسيان ولا انس ولا تأنيس تناسى وطبعا ما بعده بيكون مضاف اليه فبنقول المحبين رقم 16 حدد الجملة التي اجتملت على مصدر مؤول عايز الجملة اللي فيها مصدر مؤول في رقم الف بنقول ان انك ان تحسن فانما تحسن لنفسك انك المصدر المؤول بيكون ان زيد اسمها وخبرها وليس ان متى تأخذ بالاسباب فما قصر فين هنا المصدر المؤول مفيش عندي هنا مصدر مؤول تمام اللا تلتفت لكل محبط تمام يعني خلاص لكل انسان محبط لك هنا يا جماعة ده ايه ده ازم بالوصول او ده مؤذن لوصولك الا تلتفت الا دي عبارة عن ان زائد لا زائد الفعل المضارع اللي هو تلتفت فان زائد الفعل المضارع ده مصدر مؤول يبقى الاجابة عندي جيم هنا في دال بيقول لي ان ان دي مش مصدر مؤول يبقى الاجابة الصحيحة رقم جيم كده انتهينا من التدريب الاول على المصدر على المصدر الصريح وعلى المصدر المؤول طبعا المرة الجاي هنكمل بيئة التدريبات ان شاء الله نراكم على خير اللي هي بتكون على المصدر الميمي نراكم على خير في حفظ الله ورعياته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته